في نقطة مهمة جداً قلتها كثيراً كثيراً الراجل ده خبراته العالمية عديدة وعظيمة مش بس عشان ناجح مع النادي الاهلي بص حتى لو لم ينجح مع النادي الاهلي المدرب ده احنا جلنا مدرب بي سي بي قوي جداً أرجوكم نستفيد منه في الكرة المصرية أرجوكم في اتحاد الكرة في الأندية استفيدوا من الخبرات اللي زي مارس الكولر يعني ايه؟ والله اتحاد الكرة وجه دعوة لمرس الكولر لو سمحت محتاجينك تيجي تدي محاضرة للمدربين الشباب في الكرة المصرية ما أعتقدش هيرفض ما أعتقدش ولا الاهلي هيرفض طيب نروح ليه؟ مدرب الزمالك أسوريو هتقول لي أهو عشان مارس الكولر هيروح يبقى أسوري يروح يا سيدي أنا ما بكلمكش على مدرب الأهلي ولا مدرب الزمالك ولا مدرب المنتخب ويفهم الكلام كويس أنت لما بتقوص تاخد كورس جامد في أي حاجة في الحياة العملية بتروح تقول لي أنا هسفر برا عشان أخد كورس مع فلان الأجنابي دوت اللي بيدي مش عارف إيه حبيبي أنا جايبهم لك هم موجودين هو على الأرض مصر نستفيد منهم نجحوا بقى مع الأهلي نجحوا مع الزمالك نجحوا مع المنتخبات مش دي الحكاية ده سيبيه محترم سيبيه قوي وخبرات عديدة وكبيرة نطلبهم أنا لما قلت كده على جزبالده فريرة بعض الناس قالت لك إيه مع الفشل اللي عملوا مع نادي الزمالك في الموسم الأخير ليه ده بتقول إنه هو يدي محاضرات لمدربين يا سيدة أم أكلمك على فريرة السفير الرائع الكبير الخبرات راجل عنده 76 سنة خبرات كبيرة وعظيمة ما يدي محاضرات للشباب مارس الكولر قبليهم منويل جوزيه وفايلر وكروش وفيتوريا وميكالي نستفيد من دول نستفيد إحنا عندنا مدربين شباب كتير نفسهم يسمعوا الناس دي ويبتتكلم ويبتحاضر ندعي المدربين الشباب إن هم يروحوا يعملوا محاضرات مع مدرب زي مارس الكولر مش عيب وملهاش علاقة تاني وتالت وألف بنجاح المدرب مع فريقه ليه علاقة بالسفير اللي جاي لك ده إحنا الحمد لله في الكرة المصرية دلوقتي بقينا بنعرف نجيب أجانب واضح واضح إن الناس بقتتشتغل باجتهاد في موضوع المدربين الأجانب ده فهنستفيد منهم أكبر استفادة ممكنة الأهل مرة أخرى كمنظومة نجاح نجاح باهر هذا الموسم نجاح باهر يستحق عليه كل من يعمل في النادي الأهل التحية والتقدير مبروك للنادي الأهل ترجمة نانسي قنقر